بسم الله الرحمن الرحيم وصلي يا ربي وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد السادة المشاهدين للقناة الوطنية الأولى إن شاء الله بجاه القرآن العظيم يتقبل صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وجميع الأعمال الصالحات بجاه القرآن العظيم ولازلنا مع أسماء الله الحسنى واليوم مع اسم المولى سبحانه وتعالى الغفور والغفور والغفار والغافر ومشتقين قلنا من شنوه من الستر الغفر هو الستر ملأ الغفور على صيغة فعول هو في المبالغة أنه ربي سبحانه وتعالى لو تبلغ ذنوبك السماء فماشي واحد يبدأ مع أنت ذنوبه من الأرض للسماء لكلها ربي سبحانه وتعالى يغفرها وهو أكرم الأكرمين وهو أرحم الراحمين مع أنت أرد بالك تأيس من رحمة ربي لأنه برشة ناس يقول لك أنا شو بشي يغفر لي يا ربي تينا عرف روحي قال الأخر بليس على سقيه لا يقول له حشيك ماكش بليس أنت إنسان وأنت مؤمن بالله ومؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ومؤمن باليوم الآخر أنت إنسان لبس عليك حاجة برك غلط ارجع برشة يسخيب روح وكهو ما دامه مع أنت غلط يجعل بينه وبين ربي حايل لا يرد بالك وعمرك برك ما تولي مليك أبدا قال صلى الله عليه وسلم كلكم خطأون وخير الخطأين التوابون ما تخافش وما تأيسش من رحمة ربي جعل لنا ربي عديد من أسباب الغفر والرحمة من جملتهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو وجدوا الله التواب الرحيم القرآن يطلع إلى يوم القيامة ليس قالوا لها حاجة خاص صديقة فترة معينة ليس صحيحة اليوم القيامة قال أنا ما عنديش فلوس مني مش نمشي إلى رسولا مش مش المدينة لا قال لك في صلاتك ربي أنت مقاعد شو تقول وقت التحية وتزكي تقول التحية لله الزكية لله الطيبات والصلاة لله السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته سلم على سيدني بي بحذك وقت تسلم عليه هو صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام ويدعي الرب يغفر لك وإذا كان دعالك سيدني بيت بحب حتى هنى وما تخافن حتى شي أما لأ الغفور معنتها شنية على سيغة فاعون هو معنتها عظيم الغفران والمغفرة قالوا يا جماعة اللي يقد اسم الغفور أقل شي حتى عشرة مرات في النهار ولا سيما قبل ما يرقد ولا سيما وقت يقوموا حل عوينته الصباح يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور أولا تتبح بحلو ماليا الاسم هدايا مجرب بالتجراب للغناء والمسان ما يحتاج لحد حتى حد أثنين أنه تهنى أراك باللي يغفر لهم ربي وإذا ربي سبحانه وتعالى غفر لك ما عاش تخاف من حتى شي كذلك من الاسماء العزيزة من الأسماء المولى سبحانه وتعالى اللي بشي شوفوها في هالحصة اللي إن شاء الله مباركة علي وعليكم على جميع المؤمنين هو الشكور شنو معناه الشكور طو بالنسبة للإنسان شكور معناتها يشكر نعم ربي عليه إنسان قضالوا قضية يشكروا لا يشكروا الله من لا يشكر الناس هذكم الناس جعلهم لك ربي سبب بش وقت اللي يقوموا بحاجة طيبة أنت تشكروا تقولوا بارك الله فيك مش تقولوا لا أنا ما نشكر كالربي هذا إنسان جهل لأنه يحطوا لك الراجل قضالوا قضية شكور لي ما ربي سبحانه وتعالى جعله هو بشق ذلك ويلزمك أنت تشكر وقال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس ما لشنو معناه ربي الشكور هو المولى سبحانه وتعالى اللي إذا كان شكرته وإذا كان حمدته راه يقبل منك وراه ينمي لك ويكبر لك يوم القيامة فما ناس يقوموا بشي يقولوا يا ربي منين هالشي هذا أنا نعرف روحي ما عملت حتى شي يقولوا بتعرش ما وريدك صالح دعوات فك السجود يا ربي يرحم بابا يرحم ميمتي يا ربي لا تجعلهم من أهل الجهنم يا ربي يغفر يقوم يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى هو الشكور هو اللي سبحانه وتعالى الأعمال أعمال متعك ينمي هالك ويكبر هالك ولو أنت دفعت ساعات في مئة ملي ولا دينار ولا عشر لفرنك تقوم ربي سبحانه وتعالى تلقاهم يوم القيامة حاجة كبيرة زيد وربي يرفع لك بهم في الدنيا معناتها جميع الشيء اللي بشيهينك والشيء اللي معناتها أنت تستقدر المولى سبحانه وتعالى بكى فضل هذاك الشكر للمولى كالصدق اللي اعتيتها واللي ما عندوش حتى تبسمك قال صلى الله عليه وسلم في وجه أخيك تتبسمه بركة صدقة يكتب هالك المولى سبحانه وتعالى صدقة وهو الشكور الذي يشكر أعمالك أيها البشر وربي سبحانه وتعالى هو الشكور اللي يتشكر واللي هو ينمي لك كل ما عملته من خير ولو قليل كذلك من الأسماء اللي زمنة معنتها نفرح بيها في الحصة العظيمة بعد اسم المولى الشكور هو العلي العلي سبحانه وتعالى أعلى العلا في ملكه فرض صمد شنو معناها العلي هو اللي رتبته ما فوقها حتى رتبة طوى ساعات يقول له والله الوالي معنتها أعلى من المعتمد شنو معناها فوقه ليه معنتها درجة متاعه أقوى أقوى من المعتمد ملاء ربي سبحانه وتعالى يقوله العلي حتى حد ما يصر الرطب التربي المخلوقين مخلوقين والخالق هو الخالق ملاء العلي الذي خلق سبع سماوات انطباق خلق الأرض المولى سبحانه وتعالى كان ولم يكن لا سماوات ولا أرض ولا مكان ولا زمان فخلق الزمان وخلق المكان وهو سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء وهو يحيط بكل شيء ولذلك المولى سبحانه وتعالى هالعلي هو اللي في علاه لا يحتاج إلى أحد وكل المخلوقين محتاجين لشنوة الرحمته والعفو والإحاط والحفظ بما فيهم العرش بما فيهم الملهاكة بما فيهم الكرسي بما فيهم السماوات فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج فما برشة ناس يقوله الرحمان على عرش استوامع انت رب يستغفر الله قاعد على العرش هذا ما ناس مشبهة ما يقال احنا نزه نزه ربي احنا آمن رحمانه على العرش استواء والاستواء معلوم قالوا اللي ما مالك والكيف مجهول احنا نمنو للعرش محتاج الحفظ ربي والكرم ربي وربي ما يحتاج باش يجلس ولا باش يقعد لأنه خالق المكان وخالق الزمان وهو العلي الأعلى ولذلك هالاسم العزيز يا جماعة اللي يكثر منه يا علي يا علي يا علي يا علي قال رتبتو عالية في الدنيا وفي الآخرة وحتى إذا كان عنده أي شي نقص سواء فكري وإلا نقص مادي المولى سبحانه وتعالى يغنيه بها الاسم العزيز قالوا ولذلك الإنسان ما يربطش روحه لهنا بعدد قد ما تذكر اسم العالي قد ما يعليك ربي وما تخافش بالانخفاض راك دي ما في العالي ما ترى وما ينقصك شي ودي ما محفوظ بحفظ الله اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب تقبل منا رمضان يا رب اجعلنا ممن رحمتهم في رمضان يا رب اجعلنا ممن غفرت لهم الذنوب وسترت لهم العيوب وجعلتهم من المحبوبين عند الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم حتى نسعد بمحبته في الدنيا وفي البرزق وفي الآخرة يا رب اصلح لنا الذرية يا رب افتح في وجوه شبابنا يا رب كل رزق وكل خير وكل عفو يا عفو يا كريم يا رؤوف يا رحيم سبحانك توسلنا اليك بأسمائك الحسنى أن تحفظ تونس وتحفظ سائر بلدان المؤمنين والمسلمين واحفظ القدس يا ربي ويسر أمره يا ربي ولا تمتنا حتى نصلي فيه وقد طهرت آمين 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 يا علي يا أعلى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة